أكدت سوها سعيد وكيل لجنة السياحة بمجلس الشيوخ عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحوار الوطني جاء مطمئنا منذ بداية الجلسات وأشارت إلى أن الأمانة العامة للحوار الوطني كان لديها القدرة على استعاب جميع الأراء أنا شايفة أن الحوار الوطني رغم كل التخوفات التي كانت مثارة قبل قامة الحوار إلى أنه جاء مطمئن جدا بداية من جلسات المحور السياسي والحية كان فيها حالة من حالات الزخم والسخونة كلنا تبعناها بس هو نجحت جدا وكان يعني قدر أقول أن الأمانة العامة كانت قادرة على استعاب الجميع وكان الحية كل الأطراف المشاركة كان عندها إرادة لإنجاح هذه الجلسات والتعبير عن أراءها والتناول الصحي إن صح التعبير للموضوعات النهاردة إحنا في المحور الاقتصادي اللي بعتقد أنه يعني محل متابعة معظم المواطنين